نبدأ نقول بسم الله سوف نستخدم خيط يريد أن يكون قطن ممكن أي نوع خيط بس يكون نوع قطن كمان ممكن كنتم برليه اللي هو العادي ده ممكن نستخدمه كمان بس وعلى خاتلتين أحسن عشان هو رفيع بتاع تطريز يعني فأي نوع خيط ممكن نستخدمه كمانا ممكن نستخدم أي نوع في لكرة أو بلستر بس يريد نحط في شوية نحط في شوية غير الخيط الأول قبل ما نستخدمه عشان نقدر يبقى متمسك ونشف شوية هنبدأ نقول بسم الله هنبدأ بإيه بعشر غرز الأول هو عود البداية وبعدين عشر غرز سلسلة واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر أنا هبدأ هاجي ألف الشغل دي ممكن طريقة جديدة ألف الشغل وهشتغل من وراء مش من قدام تمام هبدأ واحد اتنين ثلاثة في الغرزة الثالثة من وراء همسكها كده وادخل هنا أعمل أعمل عمود بلفة كده من وراء تمام؟ غدين بالنا اهي دي السبعة بتاعتنا اهي ودي من الغرزة من وراء الخلفية وهعمل العمود بلفة بتاعنا نقلق عشان هو شد كده عشان ايه؟ هدي واحد اتنين واحد تاني والتالت تمام؟ هعمل غرزة خيط آآ غرزة سلسلة وادخل اعمل تلاتتين عمود بلفة واحد اتنين تلاتة هي دي الطريقة اهي هاي هنطلع واحد اتنين تلاتة ونلف الشوق وناخد الخيط ونعمل في الفراغ ده اللي هي الغرزة اللي سيبناها تلاتة اهي تلاتة وناخد غط السلسلة ومدخل تاني نعمل تلاتين انتو عمود بلفة اتنين تلاتة طريقة سهلة وبسيطة واحد اتنين تلاتة في الشوق ومدخل في الفراغ اللي هو السلسلة ونعمل تلاتة تاني واحد اتنين تلاتة ونزل سلسلة وبعد نعمل تلاتة تاني تلاتة تمام هدوتي عملت الشكل دوت اللي احنا شايفين تلاتات اعمل زي ما انا عايزة اللي بندانة بتحتاج قدي ايه على شعرج ممكن حسب الخيط كمان نخلي بالكم نخلي بالنا ان حجم الخيط بيدينا اه المسافة بيحكمنا في المسافة يعني حضرتك ممكن تقسيع على شعرك ممكن ناخد تلاتة وتلاتين مرة من دي او تلاتين خمسة وعشرين حسب اللفة الراسك وحجم الخيط من بتاعك فانا هكمل على حسب ما انا شايف او حجم اللي انا عايزة وهنيجي اقولك بعد كده في الخطوات التانية اعملت الطول اللي انا عايزة مبدأ هنا اخر حية اللي هما تدرق اخرين جيت عملت غرزة سلسلة وبعدين دخلت هنا في نفس الغرزة هنا عملت كده غرزة حشو تمام وبعدين اطلع اتنين وادخل هنا في الفراغ ده على الجنب بقى هادخل انا ايه ارجع للجنب ده دي كنت ماشى كده وكملتها الفوق بعد كده بادخل على الجنب وعمل ايه وعمل غرزة حشو تمام اتنين سلسلة واجي في الفراغ اللي على الجنب برده ده واعمل سبعة عمود بلاف واحد اتنين 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 واه اتنين اتنين سلسلة واجي في الفراغ واعمل اتنين واه اتنين واه اتنين 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 جزء دوت ازي اعملت اعملت الأخر بالشكل ده جيت هنا وبعدين اعملت اتنين سلسلة وجيت في الفراثة اللي هما الاوانين انا سبتهم في اول واحدة وهعمل غرزة حشو. تمام? وبعدين هاجي اعمل اتنين وبعدين. الغرزة دي اللي انا عملت فيها. اتاتة الاوانين اه ستة الاوانين هاجي فيها واعمل ستة تانين. لما ابتعنا وبينهم غرزة اه سلسلة. اتنين تلاتة. وزة سلسلة وتلاتة ايه. ماشي? هن. التلاتة. اعمل اتنين ورزة حشو. واجه هنا واعمل اه اتنين سلسلة. هنا اجي اعمل ايه? ورزة حشو. واخد اتنين في الجزء ده هو. ماشي? اخد اتنين تاني واجه هنا في الناحية التانية. ها? هننروح نروح الناحية التانية ونعمل نفس اللي عملناه هنا بالزبط. اللي هو اه سبعة وورزة حشو سبعة. واحد. تلاتة. اربعة. الخيط بس جمتها اتفكيته. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. بعدين اتنين ورزة سلسلة. واجه هنا الفراغ اللي وراء. واعمل غرزة حشو. واعمل اتنين سلسلة تاني. شايفين? ايه جدا. بالشكل ده. نفس الترتيب ده. هنمشي برضو. هنكمل اخر. ولسه في خطوة تاني. هناجي نعملها مع بعض. ان شاء الله. اه الفيديو كيف واستمره معي الاخر. اللي لسه ما عملش لايك يا شباب. بنعمل مع بعض ونشجع بعضينا. علشان اقدم لك كل حاجة اه ممكن تحبوها وتستخدموها كمان. اه هتبقى حلوة قوي قوي. لان في ناس كتير قوي بتطلب الشغل يده ويحبها. وصلت انا للمرحلة دي. اللي هي اه الاخر. السطر الدوات اللي هو على جنب اخره. انا هبدأ اها ما عملته غرزتين سلسلة. وهبدأ ادخل في الجزء ده. واعمل غرزة حشو بعد اطلع اتنين. هي. واجي. هنا في الجزء ده واعمل كده. واحد. اتنين. تلاتة. اعمل غرزة. سلسلة. اعمل تلاتين. واحد. اتنين. تلاتة. تمام? واعمل اتنين. وايجي هنا هوا. اهي والناحية التانية. في هنا. انا كنت عاملة هنا غرزة. غرزة حشو. تمام? انا جيت هنا وعملت برضو غرزة حشو. وعملت غرزة تاني. سلسلة. وجيت في الغرزة التانية غرزة حشوة دي. وعملت هنا غرزة حشوة تانية. وبعدين جيت واحدة. من غير ما عمل اي غرز. جيت في الجزء اللي هما السبعة دول. جيت. عملت. اعملت بلفة. كده. بعدين طرحت واحد اتنين تلاتة. وعملت منزلقة كده عشان اعمل المنزلقة. تمام? جيت تاني. ودخلت في العمود اللي وراه. عملت عمود بلفة. طلحت تلاتة. اتنين تلاتة. ودخلت في الجزء ده من العمود. بسلاسل. وعملت. عملت منزلقة. تمام? جبت كده. العمود اهو. وطلحت تلاتة. اتنين تلاتة. لك في اول غرزة ودخلت في الاتنين دول. بسايفين معي اهو. وعملت الجزء ده. الجزء دوت بيبقى اعمل زي ايه حالية او اه فانش بتاع ايه? بتاع البندانة. واحد اتنين تلاتة. اضخل نفس الطريقة كده. واعمل منزلقة. واعمل. دلاتة. اعمل السبعة كلهم بنفس الطريقة. اهو. اهو. بالشكل ده. واحد. ادخل هنا واعمل ارزة حشو. وابدأ برضو اعمل من غير بقزة مش هزود سلاسل في المرحلة دي. خالص هبدأ. اتنين تلاتة. وابدأ اعمل الجزء ده. هشتغل بالشكل ده. في كل السبعات بالشكل ده. وفي النص اعمل الغرزة الحشو. اللي اعملتها قبل كده. هي دي الشكل بتاعها. اهو الجزء عيبقى الجنب ده. في الجنبين الاتنين. نحياتي همشي كده. وهوصل للاخر. وهشوف اقول لكم. نفس النظام. وهبدأ برضو اعمل كده. نحياتي. انا وصلت للجزء دوت. اه في الشغل. الجزء اه اللي في النص. انا عملت تلاتة. جيت في الرابعة. اه هعمل اعمل اعمل بلفة. وبعدين مش هعمل. الحلية دي لأ. في الخناية تشتيب ده هعمل سبعين غرزة السلسلة. وعلى حسب برضو انتي لو عايزة تطولي الجزء اللي بتربط بالبندانة. تطوليها وتقصلي ما انت عايزة. بس هي في العايز دي في الغالبا بتبقى سبعين غرزة. دين ثلاثة وخمسة. هبارك بعد ما خلص السبعين. انا كده عملت السبعين آآ غرزة السلسلة. المهم هابدأ آآ اشتغر لهم تاني وارجح تاني. فدي العادة بتاعت الشغلة هي. فقط الغرزة هالفها. واجيبها من ورا. طبعا هسيب الغرزة ديت اللي وراها هاخدها بالشكل ده. هطول فيها بالشكل ده من ورا. هاخد غرزة الحشو. شايفين? طيب تاني اهي. اخدها كده عمل غرزة حشو. من ورا. يا بناك من ورا يا بناك. تمام? غرزة حشو. جيب من ورا كده. من ورا غرزة. عمل غرزة حشو. كيف? لغاية لما واصل لبداية الشغل. انا كده وقتي في بداية الشغل ناحية التانية. وهعمل العمود التالت. كده. اللي ناحية التانية. وهطلع اثنين تلاتة. وادخل في الغرزة دي برضو. هعمل نفس الشغل بتاعي. ادخل في العمود التاني. واحد اثنين تلاتة. هادخل نفس النظام كده معي. اللي بشتغل بيه. خلصت العمود بتاعي. وهبدأ اشتغل معي بعض ما نكمل. بدخل في الغرزة دي. واعمل غرزة حشو. اهو عملته خلصت جده. وارجع الغرزة اعمل غرزة سلسلة. وارجع جمال اللي جانبيها اعمل غرزة حشو. وبعدين ابدأ اشتغل في الجزء ده. هو. زي ما انا اشتغلت في الاتنين تلاتة. بنفس الطريقة. بالشكل ده. اهي. تلاتة. ابدأ اشتغل كل الناحية ديت. آآ زي ما انتم شايفين كده. بعملها زي الناحية دي بالزبط. تمام? كده انا وصلت للجزء التاني. الناحية التانية. اهي. اللي زي دي كده اهي. بالشكل ده. جدا وصلتها الناحية التانية. هدخل في الفراغ دوت. واعمل امر بلفة. ثم واحدة. اتنين تلاتة. اعملهم بسبعين. وبعد üstadamente اهمشة. عشان ابركوا بعد كده احمل ايه. اجيلت الاخر اعملت لا السلاسل. وعملت هنا وصله حشو. وانا راجعز against حشو. بعد ابدأ في الجزء الاخراني من من البندانة. اللي هو النحية التانية. عشان اختم خلاص. انا كده تقريبا خلصت. خلصت البنده انا بتاعت كده. بشتبها خلاص. جزء الاخراني. كده اغشفك لها. اخر حاجة. اهي. اجي عند جزء دوت. لها غرزة حشو هنا. ارا عملك هي غرزة حشو تاني بالشكل ده. اخد غرزة وخلاص. انا هنا انا هنا عملت الابيض من البندانة. اه الخيط الابيض دوت. اه متماسك شوية. انا عملته بالخيط الكوتنبرلي اللي هو دوت. خيط تطريس. بس عملته على فتلتين. كمان اه اه حطته في الغيرة شوية. هي متمسك شوية وناشف. ده ما احنا شايفين كده. اه مش هيبقى طاري بالشكل ده. لا هيبقى انا شايف شو شوية. فبقى بيديه شوية اه 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 يعني قوة شوية للخيط. تمام? اه ده ان شاء الله يكون اه عجبكم الفيديو بازن الله. ويكون نال اعجبكم. اه ما تنسوا معي اللايك ويشاره ويا ربنا ان شاء الله والاشتراك. لو ما كانش حد ما اشترك معي. ويا اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله. حلقات تعليمية من شغل يدو.